موسيقى يذكر الكتاب المقدس أن المسيح وقف ليحاكم أيضا أمام هيرودوس فمن هو هيرودوس؟ طبعا حتى من لخبط المعلومات لأن الكتاب يذكر عن عائلة هيرودوس مبتدئا من الأب الكبير اللي يسمى هيرودوس الملك أو هيرودوس الكبير اللي كان بيحكم كل أرض فلسطين في أيام الرمان وجزء طبعا من الأردن فهذا الملك هو الذي قتل أطفال بيت لحم ثم مات انقسمت المملكة لأولاده التلاتي أرخلاوس كان بيحكم المنطقة الجنوبية اليهودية مع أدوم هيرودوس فليبوس كان بيحكم المنطقة الشمالية وصولا إلى حدود سوريا وما بعد من الجهة الأخرى لكن الكتاب المقدس بيذكر عن هيرودوس أنتيباس اللي كان بيحكم منطقة الجليل وبرية اللي هي في الأردن اليوم هيرودوس أنتيباس ابن هيرودوس الكبير كانت شخصيته أيضا مثل والده وكان أيضا عنده الحياة الخلاعية لدرجة أن يحنى المعمدان وبخه لأنه أخذ زوجة أخوه فليبوس قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيه وهيرودوس أنتيباس قطع رأس يحنى المعمدان هو نفس هيرودوس اللي قال عنه المسيح اذهبوا أو قولوا لهيرودوس اللي سمى الثعلب أوكي لكن هو هيرودوس اللي من الجليل كان في الزيارة في أحداث الفصح لأنه كان في قصر له في مدينة أورشاليم لما وقف المسيح ليحاكم أمام بيلاتوس وكان بيلاتوس بحاول يبرق المسيح لأنه لم يجد أي علة لما سمع أنه المسيح من الجليل أصلا فأرسله إلى هيرودوس أنتيباس وهيرودوس حاول طبعا يسأل المسيح وطلب معجزات أنه المسيح يعمل شيء أمامه لكن المسيح بقى وظل صامتا أخيرا طبعا بنوع من السخرية أخذ رداؤه وضع على المسيح وأرسله مرة أخرى ليلاتوس والكتاب يقول من هذه اللحظة صار في صداقة حميمة بينيلاتوس وبين هيرودوس أنتيباس طبعا هذه الشخصيات مش جديد لأنه حتى في مزمور اتنين لما بيتنبأ بقول لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل اجتمعوا على الرب وعلى مسيحه أليس عجب من شوف بيلاتوس وهيرودوس بيجتمعوا على موت المسيح الصدقيين والفرسيين اللي هم أعداء كمان بيجتمعوا بيتفقوا على موت المسيح وهكذا أحبائي أعداء الصليب في كل مكان لابد أن تشترك حتى مع الملحدين لدرجة أنه فيه كرهية وعداء ضد المسيح هذه الشخصيات كلها اجتمعت واتفقت على موت يسوع المسيح اشتركوا في القناة